اهلا بكم من جديد تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني أقيم حفل تخريج الفوج الأول لمركز ناصر للتدريب والتدريب المهني الذي تم خلاله تخريج 131 طالبا وبهذه المناسبة تمنا سمو الشيخ ناصر بن حمد اهتمام جلالة الملك المفدة حفظه الله بالتعليم المعاصر ودعم جلالته للتربية والتعليم وتسخير كافة السبل والوسائل التي ترتقي بالعملية التعليمية وتنهض بطاقات أبناء الوطن وعبر سموه عن خالص الشكر والتقدير إلى العاهل المفدة على الحرص والاهتمام الكبير لتوفير مختلف أنواع الخدمات لشعبه الكريم وتوجهات جلالته بإنشاء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني الذي يأتي ضمن المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالته من أجل غد ومستقبل أفضل لجميع فئات الشعب البحريني الكريم مشيدا بدعم الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقال سموه بأننا عملنا من خلال هذا المركز على تنفيذ توجيهات جلالة الملك وفق الرؤية الحكيمة وذلك لمواصلة وتنفيذ وتحقيق أهداف هذا الصرح التعليمي الكبير ليكون الأدى الفعالة التي تسهم في تحقيق من اطلع إليه من أجل خدمة المملكة الغالية وبذل المزيد من العطاء لخدمة أبنائنا وها نحن اليوم نشهد تخريج كفاءات وطنية من شباب الوطن توجه بعضهم إلى سوق العمل بخبرات واسعة غير اعتيادية كما هن سمو الشيخ ناصر بن حمد الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم بهذا النجاح الذي حققوه وأشاد بتعاون وزارة التربية والتعليم في الاهتمام بتعليم أبناء المؤسسة من خلال الشراكة المجتمعية التي يحرص عليها مركز ناصر للتأهيل والتدريب بعدها ألقى سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية كلمة توجه خلالها بخالص التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة نجاح المشروع وتخريج الفوج الأول من الطلبة والدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني من قبل الحكومة الرشيدة كما وجه سعادته الشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم على دورهم الكبير في إنجاح هذا المشروع وإلى معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط الذي آمن بالفكرة وأهداف المركز فكان خير سند لها حيث وجه معاليه شركات النفط والغاز والبتروكيمويات للاستفادة من المركز وفعلا هذا ما حدث كما وجه سعادته الشكر الجزيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة على دعمهم الكبير للمشروع من جهته ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم كلمة أشهد فيها بالرعاية الملكية الكريمة لهذا الحفل مرحبا بسموه الشيخ ناصر بن حمد وذلك في إطار اهتمام سموه الكبير بتطوير طاقاته وقدرات الشباب البحريني معربا الوزير عن خالص التقدير والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة التي دعمت هذا المشروع الحيوي بكل جهودها ليكون رمزا من رموز التعاون المثمر الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين لسيما الجهود المتميزة والتعاون الكبير من قبل وزير التربية والتعليم في الدولة الشقيقة ووكيل الوزارة من جانبه وجه معالي السيد حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة قال فيها إن تأسيس مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني جاء تجسيدا للعلاقات الأخوية الصادقة وتأكيدا على عمق الروابط التاريخية المتينة التي تربط الشعبين الكريمين الإماراتي والبحريني منذ القدم إذ يعتبر مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني صرحا علميا شامخا وواحدا من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي يشار إليها بالبنان كما أشار الحمادي إلى أن هذا الصرح التعليمي جاء ليواكب حرص القيادة في مملكة البحرين واهتمامها البالغ بتأهيل وتدريب الشباب البحريني الطموح مهنيا وصناعيا ليلبي متطلبات النمو الاقتصادي وحاجة السوق المحلي من كوادر فنية ومهنية مدربة ومؤهلة وفي ختام الحفل تم تبادل الهدايا التذكارية والتقط الصورة جماعية للخريجين مع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة